أهلا بكم في استعراض حدث هذا الأسبوع في أكاديمية تعليم التداول المستثمرين كل أسبوع يقوم تعقيمنا من المعلمين باستعراض شخصية مركزية في العالم المالي قد يكون هذا شخص في الحكومة هو أحد البنوك أو مستثمر أو تاجر مهم أو مجرد شخصية التي احتلت العنوين المالية خلال الأيام الأخيرة خلال الأسابيع الأخيرة احتلت حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية العنوين الساخنة حيث قام دونالد ترامب استعراضا أمام الصحافة وأدلت هيلاري كلينتون بشهادتها أمام المشرعين الأمريكيين ولقد غطت على أنباء ترشح بول رايان لمنصب المتحدث باسم الجمهوريين في مجلس النواب أحداث مثل اجتماع البنك المركزي الأوروبي وقرار البنك الاحتياطي الفدرالي لقد أعطت الأسواق القليل من الاهتمام للنقاش الجمهوري الثاني واهتمام أقل حتى للسيد رايان الذي على وشك أن يصبح قوة في السياسة الأمريكية في المستقبل لقد تم انتخاب النائب بول رايان رسميا كالمتحدث الـ 54 لمجلس النواب بعد أن حصل على أصوات 236 عضوان في مجلس النواب بكامل هيئته ولقد كان التصويت شكلي إلى حد كبير بعد أن رشحه الجمهوريين في مجلس النواب للمنصب يوم الأربعاء وحتى بعض المحاضظين الذين لم يدعموا رايان قاله أنه بعد أسابيع من الاقتتال الداخلي كانوا حريصين على المضي قدما وعطاء رايان الفضاء لتوحيد مختلف الفصائل في الحزب وصياغة الأجندات التشريعية الأمر هو ليس فقط أن رايان شاب ويشكل المقابل المليء بالحياة لزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ هاري ريد وهو ديمقراطي من ولايات نيفادا ولزعيمة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي من ولايات كاليفورنيا والأمر هو ليس فقط أيضا أنه رقيق وفصيح ميزة رايان هي أنه مصدر للعديد من الأفكار السياسية الأكثر ابتكارا في الحزب الجمهوري سوف يحول انتخابه الجمهوري من حزب الاضطراب إلى حزب المستقبل رايان لديه فهم سليم لقضايا وأرقام الميزانية منذ أن كان كاتب خطب المرشح الرئاسي السابق جاك كيمب غالبا ما يترك سياسيين تفاصيل التشريعية لموظفيهم ويركزون على الاتصال معاتفيا بالمانحين لطلم الدعب وبالخطب يعارض رايان الحجة الليبرالية القائلة بأن الحزب الجمهوري هو عدو الطبقة الوسطى وبأن الانتقال إلى طبقة اجتماعية أعلى هو ضرب من الخيال توفي والد رايان عندما كان في سن المراهقة ولقد قال هذا سيارة وين الموبايل وهي مركبة على شكل النقانق من أجل كسب المال ويعيش رايان على مقربة من المنزل الذي نشأ وترارع في جينسفيل ويسكنسن وفي عام 2011 عندما فاز جمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب أصبح رايان رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب ولقد ترشح لمنصب نائب الرئيس المرشح ميت شومني عام 2012 وأصبح رئيس لجنة طرق والوسائل في مجلس النواب عام 2015 لقد كان نجاح رايان نتيجة لرؤيته والأفكار في عام 2008 كشف رايان عن خارطة الطريق لمستقبل أمريكا ووضع خطة لتحرير أمريكا من الديون وبدلا من اقتراح أفكار غامضة حول خفض الضرائب وأصلاح الاستحقاق اقترح رايان خطة متعمقة ومفصلة حول كيفية تنظيف الفوضى المالية في الولايات المتحدة لقد تم تطوير خارطة الطريق فيما صار من أجل الرخاء وهي الخارطة التي اعتمدها مجلس النواب كخطة لميزانيته ترجمة نانسي قنقر